سعيدي بحج وحجيجي يا بوي مساء الخير مساء النور وأهلا بحضرتك ومتشكر جدا للكلام الجميل وأنا سعيد باللقاء معاك فعلا أكيد نعم انت منورنا دورك في عملة ندرة أولا انطلع رومانسي طيب الحق والمستحق يعني وسعيدي انت أصلا مسعيدي؟ لا يعني من على الوش كده مش من قاعل سعيد يعني في أول الجيزة الحاجات اللي هي دي لأ فلسه حدانة يعني دورك في عملة ندرة السندي لأنه انت طلع عامل برضو الدور المنصف شوية لنلي كريم يعني هو يعني بيحاول يدور على الحق ولكن كان ضعيف برضو يعني مش قادر يغير هو عايز يغير بس مش عارف ففي النهاية استسلم للأمر للواقع وكان تصرف سلبي لحد أنا ما شفتك في الحلقات كنت قوي ما شوف بقى الباقي بقى إلا هيحصل طيب انت محمد يعني لما شوفنا كده لقطط على تشارلي جابلين حسيت إنك ابن المسرح الشرعي فكلمي عن حكايتك مع المسرح أنا بحب المسرح قوي يعني المسرح والجمهور الجمهور ده روحي أنا بتنفس الجمهور فعلا فالبدايات خالص كانت في مسرح تجارة القاهرة في 2001 وطلعت واشتغلت أنت غوي تمثيل أصلا من وانت صغير لا ما كنتش أعرف لما دخلت الكلية بس يعني أنا حتى لما دخلت مسرح تجارة أصحابي هم اللي زقوني يروني فهم انت معنا بتعمل ايه ما تطلع المسرح فوق انت هين فعتبقى بتعمل كده يعني فلما طلعت واشتركت وقدمت الحمد لله العروض اللي اشتركت فيها كنت بقى أخد أحسن ومس المسرح في الجامعة وبعد كده بدأت بقى من أول يوم أنا عايزة أكون مختلف عايزة أعمل حاجة فبدأت أخد ورش في كل الحاجات تمثيل ورأس وغنى فمفيش ورشة تقريبا في الفترة دي من 2001 لحد 2007 ما دخلتهاش عشان تبقى الموهبة كاملة عندك أنا بحب أه وأنا بحب تشارلي جدا وشايفه نموذج يعني للفن إزاي تم اختيارك في تشارلي لا هو أنا اللي اخترتهم الموضوع حصل بالعكس يعني هو كان حلم شخصي وأنا بسعاله وبجهز له معرفش هقدمه إمتى فلما كلمني صديقي أحمد البوهي وهو كان معانا في جامعة القاهرة برضو بس هو كان تخطيط عمراني وكان بيخرج هناك ويمثل برضو وسيفر وبعك يا رجع عايز يرجع للفن فقالنا يا فاهيما عايز أخرج مصرحية ميوزيكال قلت له أنا عندي المشروع والحلم شارل شابلين من يومها بقى خلاص كلنا اتجنننا وعملنا معسكر حوالي 8 شهور عادين بنعمل بحث عن شارلي بنجيب كل الديتا والوصائق الموجودة عنه من غير ما تعرفوا مين شركة الانتاج وهتروحوا فين خالص كده أنتم بتشتغلوا لوحدكم آه بنشغل لوحدنا وعندنا يقين أنه هيحصل خلاص هي الالتاقة حضرت ومعا فكرة أنا أحضر نفسي أحضر مشروعي دي صورة شارلي شابلين يعني كلمني عن صورة دي والله وحشني آه يعني دي صورة أنت حضرت أنت عارف طبعا هو انجليزي الأصلي آه طبعا أنت حضرت السور بقى الأول يعني دخلت الشخصية تماما اشتغلته زي ما باشتغل أي شخصية باجأ عملها يعني أنا بحب أبحث عن الشخصية وبذكرها نفسيا وكل حاجة وبذكر التشريح الجسماني بتاعها عشان نبدأ أتحول جسم يتحول واحدة واحدة للتشريح الجسماني بتاع شخصية شارلي أو أي شخصية بنفذها يعني فبدأت أشتغل مع عمر باتريك اللي هو كان مصاوم الاستعراضات على التدريبات الخاصة إزاي جسم يتحول وإيه العضلات اللي أنا محتاجة أثبتها وعشان الفرين بتاع الجسم يتغير آه ويبقى شبه الحركة اللي هتعاملها مثلا وإنت بتأدي شارلي شارلي يبقى وهو واقف عادي شبهه من غير ما يعمل حركة آه زي الصورة كده زي الصورة بالزبط آه وتكلمت مع المكيير برضو أستاذ عمر عبد الله إيه اللي أغيره في ملامح وشي يعني هنا مثلا أنت عملت إيه غيرت إيه مثلا يعني هنا كمان المكيير الشنب الطريقة الشعر النظرة نفسها بتاعته النظرة دي بتبقى المذاكرة النفسية للشخصية لأن بتخرج الطاقة دي من العين فهنا بيتحول بين قدم وتقطق كلها بتغير حضرتك لو متضايقة شوية ودخل على الناس يقولك أنت متغيرة صح رغم أنه هو هو ما غيرتش حاجة في المكيير صح الاحساس فالاحساس نفسه بتغير فهنا كان فيه شوية حاجات مثلا أن حواجبي كانت قريبة شوية من بعض فلازم هم كانوا فاتحين شوية عند شارلي ولازم يبقى الحواجب سطحية شوية عاملة كده مش مرسومة كده فكنت تبقى عنية عاملة كده عشان أحافظ على ده مع الوش مع الرسمة مع نبرة الصوت اللي بتتغير أنت تقمصت ووضع شهور طويلة شهور طويلة يعني هنا دي صورتك مثلا وده شارلي وهنا كده الناس كمان هتفهم قد يهي الممثل بيحصلوا تقمص وتغير في الشكل هي مدارس يعني هما لو شافوا الشكل ده والشخصيات بقى اللي عملتها في حياتي مش تشارلي بس هيعرفوا أن أنا بتغير كلين حتى فيزيكا الجسمي